الحقيقة أن حلقة المرة اللي فاتت كانت مهمة جدا لأننا كنا بنمهد للفكرة يعني اللي عايز يتجوز مرة تانية اللي ظروفه بتحتم عليه يعمل ايه يختار ازاي مواصفات شريك الحياة العواقب والسلبيات والإيجابات وكل حاجة ما قبل الحلقات دي ما بعد احنا خلاص ارتبطنا وهذا الشخص تجوز بإنسانة ممكن يكون لم يسبق لها الزواج قبل كده ودخلت على أسرة جديدة الأسرة دي فيها أطفال وفيها زوج وفيها ماضي ربما الماضي ده زي ما اتفقنا المرة فاتت ممكن يكون جزء من حياته ومن ذكرياته فكرة المقارنات بقى ودي أكتر حاجة بقلق منها أو أكتر حاجة ممكن تكون بتخوف الست لما تكون دخل على حياة كان فيها واحدة قبلها طيب اسمحيدي لننسي الأول في اتفاق احنا عايزين اللي يتفرج علينا النهاردة هما الزوج والزوجة العاديين مش بس الجوازات التانية تمام عايزين كمان الشباب المرهقين يتفرج علينا عايزين بابا وماما اللي هما تتو جده العناصر دي مهمة جدا أنها تتفرج على الحلقة لأن احنا هنقدم كمان فيها بعد تربوي ونفسي حتى للأب والأمة الطبيعيين مش اللي هو بالضرر جوز الأمة أو مرادة الأب تمام أثرت نقطة مهمة جدا وهي فكرة النفسية اللي يكونوا بيتجوزوا بعض بيها ايه العوامل اللي هما هيتعاملوا مع بعض بيها قبل حاجة في حكاية المقارنة دي أخطر مصطلح عرفته البشرية في التعامل ما بين الناس قارنة أن أنا تقارن حد بالتاني قارن نفسك بنفسك قارن الماضي بتاعك بالمضارع بالمستقبل زي ما أنت عايز لكن فكرة أنك تقارن حد بحد دي جريمة مع صبك القصر والترصد لأن كل شخص ليه مميزاته وليه مش أقول عيوبه لكن ليه النقط اللي محتاج يعني يشتغل عليها شوي وبالتالي فكرة مقارنة الزوجة الحالية بالزوجة القديمة خيانة بكل ما تحمله الكلمة المعيني خيانة المين؟ أولا هو خيانة للزوجة الحالية أتنين هو خيانة نفسه لأنه هو دايما عايش في أولدس جولد أولد مش دايما جولد أنت كنت في الماضي برضو بتشتيكي من المشاكل الجواز القديمة كانت كلها ورد ما كانت كلها برضو مطباط إحنا دايما عايشنا على فكرة إيه؟ لو كان حصل كان بقى أيام ما كنا بنعمل يا حبيب أنت الأيام دي كنت برضو بتشتيكي فيه قعد سجل كده لنفسك اعمل فلاشباك قتلاقي أنت برضو كان عندك مشاكل إحنا مش بنزم في حد انتقل لكن بنقول دايما طالما قبلت أنك تتجوز الجوازة التانية لا تظلمهاش بقى وأنت كمان طالما قبلت تتجوز الجوازة التانية خليك أمينة وهو دي عدم أمانة على فكرة زي فكرة لو حضرتك رحت تتجوزت حد غير لأنت كنت مخطوب له قبل كده يعني دي خطوب بعد رقم اثنين قدت للجوازة بعد كده منفعش تكرم مراتك بخطبتك التانية وهو دي عدم أمانة صح وبالتالي زي ما بنقول ما ينفعش تتواصل مع البنت اللي أنت كنت مخطبها قبل كده وما تجوزتهاش بعد كده كمان فكريا أنه في مستوى الزكريات ما ينفعش تستدعي الزكريات القديمة وانت ما تجوز واحد تانية دي عدم أمانة يعني لا شعوريا ممكن مثلا يخرجه في مكان معين كان بيخرج فيه قبل كده بس هو بيحب المكان ده دي تعتبر مثلا يعني إيه تقليب في الماضي أيوه ما ينفعش نفس العادات اللي أنا كنت بعملها مع زوجتي القديمة أن أنا أروح أعملها مع زوجتي الجديد أو أجبرها أن هي تعمل نفس الحاجات اللي أنا كنت بعملها قبل كده مع زوجتي القديمة بنفضل أن أي حاجة تفكرك بالقديمة ما تعملوش احتراما وتقديرا لنفسك أولا وللي أنت عايش معها دلوقتي وانت تجوزت ليه طب ما يبقونا ما إحنا قاعدين في نفس الشقة اللي أنا كنت متجوز فيها قبل كده إحنا برضو بنقول يعني بنتكلم في الأشياء المستطاعة يعني ما مش كون الناس عندها القدرة هتغير الشقة الإمكانات المادية مش هجيب لكن على فكرة لو يقدر إمكاناته المادية يقدر يعمل ده اعمل ده خليك دايما يعني هوذا كله قد صار جديدا لكن برضو بنتكلم في إطار المحدودية بتاعة البودجت أو الإمكانيات الاجتماعية اللي حواليه لكن من المفضل أن يكون كل شيء جديد